ومن بغداد ينضم إلينا زاهر موسى خبير شؤون مكافحة الإرهاب والتطرف إذن سيد زاهر ما هي الأسباب وراء إبقاء الحكومة العراقية على القوات الأمريكية حتى الآن في العراق يعني بالبداية يأتي هذا الإظهار لهذا التصريح والتوضيح بالتزامن مع وجود بريت مكورك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في العراق من أجل جهود إنشاء الحكومة هذا التزامن نوعا ما يكشف السبب البلاد المتحدة الأمريكية تريد أن تؤكد بأنها موجودة وبأنها ستبقى وبأنها دعم لحلفائها داخل العراق ودعمها لحلفائها ليس سياسيا فقط كما هي جهود مكورك بل هي عسكرية أيضا عن طريق التحالف الدولي أنا أفهم التصريح بهذا الشكل وبنفس الوقت هم أشاروا ضمنا بأن وجودهم مرتبط بدعم قوى سوريا الديمقراطية إلى أن قوى سوريا الديمقراطية محاصرة من النظام السوري ومن النظام التركي وتحتاج إلى منفذ من الجهة العراقية لكي يتم تمويلها دوليا وتعامل معها على أساس الأموال التي ستنفق والتي يحقي إلى عنها الكثير يوم أمس 100 مليون دولار من السعودية 50 مليون دولار من الإمارات كانت في وقت سابق كان هناك حديث عن 230 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية جرى سحبها وربما يعود توزيحها بشكل آخر لكن بشكل آخر تحتاج قوى سوريا الديمقراطية إلى منفذ للتعامل مع المجتمع الدولي ومنفذها الوحيد ومن جهة العراق فهذا السببان هم برأيي سبب هذا الحديث الذي ربما يأتي مؤثرا على الحدث السياسي الحاضر في العراق اليوم نعم وكان هناك تصريح لشون راين بأن قوات التحالف سوف تبقى في العراق طالما هناك جيوب لداعش ما حجم المخاطر التي قد تمثلها جيوب داعش المتبقية على الداخل العراقي يعني في الحقيقة هناك تهديدات لأطراف المدن المحررة وهذه التهديدات في الحقيقة لا تحتاج إلى قوات بحجم الوجود الأمريكي حالي تقريبا ستة آلاف مقاتل الأمريكي يتم الحديث عنهم بصفة مدربين بالإضافة إلى غضاء الجوي متميز وهائل يعني التهديدات الداعشية الموجودة حاليا هي فقط في أطراف المدن المحررة لم نصل حتى اللحظة إلى حالات هجوم حقيقي إلى داخل المدن أو حتى على مستوى سقوط أقضاء وقصبات هذا الأمر لم يحدث رغم أن داعش ينشط في الصحارة الفاصلة بين المحافظات المحررة ويحاول بشكله بآخر أن يغير يوميا بين يوميا وآخر على أطراف هذه المدن من أجل إثبات حضوره تقريبا الحجة وجود داعشية حجة شكلية يعني ليست حقيقية مئة بالمئة التنظيم بات ثلاثة أرباعا التنظيم باتت في الماضي وما تبقى منه هو مجرد عصابات تعيش في الصحراء لا تستطيع أن تموّن نفسها للبقاء على قيد الحياة على الأقل لا أتحدث هنا عن استعدادها لصناعة متفجرات من أجل صناعة مفخخة واحدة هم يعجزون الآن عن توفير مواد التي كانوا يستخدمونها لصاعة متفجرات حتى وهذا ما يؤكد على أنهم في حالة يرثى لها ولا يمكن مقارنة وجود التحالف الدولي على أساس أن وجوده مرتبط بوجود داعش نعم من بغداد سيد زاهر موسى خبير شؤون مكافحة الإرهاب والتطرف شكرا جزيلا لك